أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكا والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها على أرض الواقع كما دع الرئيس لزيارة مشروع مستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبذول شدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في توشكا وشرق العوينات وسيناء ومزرعة في بني سويف على نحو ستين ألف فدان مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أسليب الزراع والري الحديث وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والتراع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر له في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وبعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاتمئنان مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكا فقط ولكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تعاقد على مصنع للخشب من جريد النخل ومصنع آخر لتغليف التمور في منطقة توشكا فضلا عن زراعات البطاطس في شرق العوينات حيث تم إنشاء مصنع للبطاطس نصف مقلية وذلك بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى في مجال التصنيع الزراعي